أولادت ده بدأت ياري كان بيتياره علي دايما دايما وكانوا جايبين وليدهم كان دايما بيتياره علي ويعني ايه تخلت في اللي هو اكتئاب بصور التنور بس قال لا انا ما استسلمتش في دلت اللغة ما وصلت اللي انا في ده نفسي ابقى بطنة العالم في الثلاثة ونفسي ابقى السمع العالمية ونفسي ابقى كابتن أميرة عصام سفيرة الامل والسلام العالمي لاعبة كاراتيه وفنانة تشكيلية أميرة لسه بتدرس في تانية عدادي لكنها بتعرف توفق بين دراستها والهويات والرياضة اللي بتمارسها ونفسها تدخل كلية فنون جميلة علشان تنمي موهبتها أميرة أول بطلة حصلت على شهادات كتير في الكاراتي لزاوي الهمم من قصار القامة وقررت تتغلب على كل الظروف علشان تحقق حلمها فإنها تكون مدربة كاراتيه مشهورة ده غير موهبتها في كتابة القصص القصيرة أميرة كمان تعلمت حرفة الخياطة من والدتها علشان تساعدها ده غير إنها رحالة بتحب بتسافر كل الأماكن داخل مصر لكنها بتلف تلف وترجع شبرى وصل أهلها أميرة النهاردة ضيفة حلقتنا وبطلة حكايتنا ضيفة حلقتنا النهاردة وبطلة حكايتنا هي أميرة عصام أميرة مجموعة من المواهب المتنقلة رحالة ورسامة ولعبة كاراتيه أهلا بك يا أميرة أهلا بسالب وكمان معنا والدتها الأستاذة غادة أهلا بحضرتك معنا أهلا بسالب بحضرتك أميرة أنت مجموعة مواهب قولنا أكتر حاجة بتحبها إيه في مواهبك ديه؟ الكاراتي اللي حدبني إن ده لما شدتها يعني عجبتني صراحة تأذية تاتة تبقى حاجة حلوة فأنا عجبتني ده ألعبها نفسي أبقى بطلة العالم تكتراتيه ونفسي أبقى أرسامة عالمية ونفسي أبقى كابتن أميرة أنت سنة دي في سنة تانية عدادي وعرفنا أن أنت متفوقة قولنا إزاي بقى بتقدر تتجماعي بين دراستك من ناحية وبين ممارستك ليه هواياتك المتنوعة من ناحية تانية بنظم وقتي يعني بخلي الناس في وقت وفي ناتي في وقت يعني المذاكرة برضو بقاليها وقت من الاتداء الوقت بس ناكر حوالي تلات مرات في اليوم يعني من الساعات يعني مثلا من الساعة سبعة للساعة عشرة قولنا بقى لما تكبري تحب تتخشي كلية إيه؟ عايزة أخشي كليتين، كلية فنور جاميلة وكلية إدداء مرسة مدرسة انجليزية المواقف الصعبة اللي مرت بيها والخاصة بالتنمر احكي لنا المواقف اللي حصلت معاكي من النوع ده عيالت يعني أولادت ده بنات دياني كان بيتريار علي دايما دايما وكانوا دايبين وليدهم كان دايما بيتريار علي ويعني إيه؟ تخلت في اللي هو اكتئاب بسبب التنمر بس أقل لأ أنا مستسلمتش في دلت اللغة ما وصلت اللي أنا في ده مواقف قتعم مرة في المدرسة كنت دادلة الفصلي عيال قتلت نمره علي وقفل علي لبف الفصل بس أقل يعني دايلت شوية فإيه؟ تردتهم يعني وراحت تردت الفصل فراحت رؤلت الموديلة وعملت لها بأقوبة استخدمت بقى مهارتك في لعب الكاراتي وإن أنت تردي على الناس اللي بتديك؟ يعني ساعات اللي بتديدي شوية مدرم شوية عادي مادام غادة قولينا المواقف الصعبة اللي عادت على أميرة من وجهة نظرك هو أكتر موكف حصل إنه ولية أمر تنمر على أميرة في الفصل هو ده أكتر موكف دقيقها هو ده اللي عمل لها الاجتئاب حضرتك كان رد فعلي إيه؟ إنه هو نفوس مريضة يعني يوم التنمر دوت أنا قلت لها لأ إحنا ما نسلمش وما ينفعش وما نحركش من البيت إحنا أحسن من غيرنا هم مرضى الناس اللي بتنمروا دول مرضى وما يقدروش يعملوا اللي انت بتعمليه مادام غادة أميرة من انقصار القامة وكمان عندها مشكلة سماعية هل المشكلة دي لها علاقة بإنها من انقصار القامة؟ آه هي عشان طبعا طابلة الودن أو الجزء بتاع الودن ده ما بيكبرش زي الطبيعي فطبعا بييجي ميا وراء طابلة الودن فإحنا عملنا عملية شفت وتركيب أنبوبة بس ما نفعتش معايا لأن هي طبعا برضو سقف الحل مش مزبوط عندها فبالتالي المية أو الحاجة اللي بتيجي في المناخير فبتوصل للودن يعني فدايما هي عندها مية وراء طابلة الودن فمأسرة على السمع شوي أميرة عشان نجحتك الكثيرة ديات وبطولاتك اللي بنتمنى أن هي تزيد معانا هدية مقدمة لك من شركة البروج مصر الرعية للبرنامج هيقدمها لك الأستاذ سامر حامد رئيس قطاع خدمة العملاء بالشركة زيك يا أميرة حاملة إيه؟ دل الحمد لله أنا مبسوط منك جدا جدا وإن شاء الله بإذن الله تحقق كل اللي نفسك فيه وتبقي بطلة العالم كله في الكراتين وعايزك تخلي بالك من دروسك كده وتبقي مكتهدة وتعملي كل اللي نفسك فيه إن شاء الله صحب التوفيق بإذن الله دل شكر دل شكر افتحي بعدها افتحيها افتحي الزار شكرا لكم شكرا لكم دل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم